السلام عليكم في القناة مطبخ جملة دراما مع فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم جيت لكم واحد لقود داي فاعل تارك توجد بسرعة عفتي ادخلت مع تلاتة ونص ما كانت استتوجد كل شي على حقه وطريقه تيخو بيارة غادي ديرو هاداك شي خفا زربا غير صبر وغير المحبة في الكوزينة اللي غا تخليك توجدي هاد الوصفات هادو تيقو بيارة غا توجدو بسرعة وكتير لو بغيت تنوع المائدة ديالتك ووجدت المسمن ووجدت البيتزا ميني بيتزا ووجدت هاد البسبوسة هادي غا نبدو في اول حاجة مننا هو غادي نتمو غادي نوجدو البسبوسة ديالتنا اللي كتوجد بسرعة وكتجي لديدة وكتجي زوينة تيقو بيارة غادي تعجبكم وغادي تعود معدامة داعدكم وخصوصا انها كتوجد بسرعة ما كتطلبش مقادر كتير وحتى الطريقة رأس هل ما يكون هانتم ما شوفوا شكل ديالاكي كي يجي دابا غا ندوزو المقادر وطريقة التحدى ما تنشوش لي قبل من دوزو المقادر وحد لبصايمة وحد تعليق غير شوية ليس هل عليكم والله يوفقكم كاملين عمدو بسم الله على بركة الله غادي نديرو ثلاثة البيضات غادي ناخدو مولينيكس ديالنا غادي نعملو فيها ثلاثة البيضات غادي من بعد غادي نضيف المقادر المتبقية غادي نضيفو فانيا ساشي ديال فاني وغادي نضيفو واحد شوية ديال الملح هيا هدي من بعد غادي نضيفو السكار بالنسبة للسكار هو الوصفة كتعمل فيها جوج كيسان ديال السكار العبار بكاس ديال دانون ولكن انا غادي نقص شوية السكار غادي ندير غير كاس ونصف اللي بغا يدير غير كاس راح مزيانة كجيزوينة انا درت كاس ونصف العبار بكاس ديال دانون غادي ناخد هاد المقادر كاملة غادي نضربها مزيان في مولينيكس وعدا غادي نرجع معكم باش نكملو الوصفة مباشرة محد المونيكس خدامه غادي نضيف كاس جوج كيسان ديال الزيت بالنسبة للعبار نفس العبار ديال كاس دانون جوج كيسان ديال الزيت سافي الماكينة عدي راح الدعمة سافي غادي نخليها حتى تدرب ليا مزيان وعدا غادي ارجع معاكم بعد ما تدربت لي المقادر مزيان كما لاحظتوا معي غادي نعمل الخالي ديالي في هاد البول باش يمكن لي نضيف لها المقادر اللي باقية ليا بالنسبة للدانون غادي نضيف جوج كيسان ديال الزيت ديال البانان حينت هاد النسمة هاد ديال البانان هي اللي كتعطي واحد لقوزوين وكتعطي واحد لبنة وحط طراوة بالنسبة لهاد البسبوسة هاد جوج كيسان ديال دانون البانان غادي نعمل هاد دانون هاد وغادي نخلط بالدراب اليدوي ديالي غير بالدراب اليدوي مزيان حتى غادي جانس لي هاد المقادر مزيانة مع بعض ديالتا عدا غادي نضيف السميدة ونضيف الضقيق ونضيف الخميرة بقوا معايا مباشرة بعد ما حركت الضانون زيان دابا غادي نضيف السميدة ديالتي بالنسبة للسميدة جوج كيسان ديال السميدة الرقيقة ماشي الغليدة وماشي الرق منها السميدة الرقيقة اللي كنعملو بها الحرشة هي اللي غادي نعملوها في هذه البسبوسة هادي والعبار بكاس دانون جوج كيسان ديال السميدة الرقيقة غادي نحاول نضرب العناصر مزيان حتى كتجانس لي هادا من بعد غادي نضيف دقيق بالنسبة للدقيق حتى هو العبار بكاس دانون غادي نضيف الكاس الليول كيما لحتوا معايا وغادي نضيف ثلاثة الخميرات ثلاثة صاشية ديال الخميرة ونضرب مزيان نضرب مزيان العناصر عادا غادي نضيف الكاس المتبقي ديال الدقيق بالنسبة للعبار ديال الدقيق حتى هو جوج كيسان ديال الدقيق والعبار بكاس دانون كان مغين بيين لك بالعبارات حينت البنات الليالله المبتدئات كيبغيوا ديروا فحل هاد الوصفات هادو وصيقوا بي هاد الوصفة هادي اكتر يال البنات اللي المبتدئات قدري تعمليه وتبعينيك مغمضين غادي ان شاء الله غادي تصدق معاك وغادي تنجح معاك وغادي تعود معتمدة عندك ان شاء الله انا اضف الكاس الثاني ديال الدقيق غادي نحرك مزيان بالدرب ديالي مزيان حتى غادي تجانس لي العناصر مزيان مع بضياتها صافي غادي ندوز مباشرة غادي نجيب المول ديالي غادي ندهنو بشوية الزيت ولكن وحاولي يدربي مزيان باش تجانس لك العناصر باش كتجيك باش كتجيك البسبوسة ديالتك مهوية من الداخل ما تجيكش مدقصة صافي بعد ما غا ندرب مزيان عدا غادي نجيب كما سبق قلت لكم غادي نجيب المول ديالي غادي نحاول ندهنو بشوية الزيت وغادي نرش عليه شوية ديال سميدة رقيقة المول انا جت المول هذا ديال الزياش اي مول عدك بغيتي تعملي في هاد البسبوسة هدي عملي فيها هي حاجة بان المول اللي درتيه فيها كتبقى فيها ما يمكنش لك تحيي ديالها منها حين تكطيب فيها كتبقى فيها كتقطعيها فيها مباشرة صافي غادي ندهن بشوية الزيت وغادي نرش بسميدة الرقيقة اللي نعملتها في الخاليط وعدا غادي نعمل الخالي ديالي في هاد المول هادا وغادي نعملها في الفرن ما نسبقش لاحدث بعد ما غادي ندهن المول ديالي ورشه بسميدة الرقيقة رجع معها مباشرة غادي نعمل الخالي ديالي في المول نفحل هكا صافي ونقضل وجه ديالي بالنسبة الفرن انا كنعملها في فرن كيكون بيرد تقريبا المدة الطهي ديالها هي خمسة واربعين دقيقة وكنشعل عليها الفق ولتحت عم تعدي انا فرن كهربائي صافي كنخليها الطيب على خاطرة كنجبدها مباشرة كنجبدها طيبة مقادة على حقه وطريقه صافيتوما القياس ديال فرن ديالكم كتاخدوا القياس ديال طياب دياله هانتوما بعد ما طابت لي هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيجا بالنسبة الزين بغيت تزينيها بغيت تخليها في حل هاتشكل تول اختيار ديالك كلي كيخليها غير في حل ها كو السامبل ما كيحتاج شي حاجه اخرى انا بغيت كلي كيزينيها غير بشويت الكون فيتير والكوك انا زيتها بوحد شويت شويت الشوكلاة بي بيس ووحد شويت الفيوتين كان عادي نيت صافي هالباسبوسة ديالتيح لحقه وطريقه كانت تمنى تعجبكم وتجربوها تردو عليها في كومنتيق وبسلام عليكم الى فيديو اخر اشتركوا في القناة